هذا المحور من العاصمة بغداد الخبيرة الستراتيجية الأستاذ جاسم محنون بداية أهلا بك أستاذ جاسم أسألك بداية إلى أي حد يمكن وصف معركة تحرير الموصل المرتقبة هي معركة كسر إرادات بين الأطراف التي باتت لاعبة في الموصل طبعا كالقوات التركية والبيشمرقة ومؤخرا أيضا دخلت على الخط قوات البككة تفضل شكرا جزيلا وفقراتي لخارطة الأحداث جنبة الموصل وتحريرها هي تأخذ الطابع السياسي أكثر من ما هو الميداني وكذلك تأخذ بعض المواقف التي اجتهد البعض وذهب بدون العودة إلى المركز أو إلى من يخطط بشكل جاد إلى تحرير هذه المدينة التي هي بعض منهم يحاول بطريقة أو بأخرى أن يصل إلى نجاحات فيها حتى وأن تحالف مع الآخرين لعدة أسباب يعني يذهب تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون هي لديها الريادة أو القيادة في إدارة الملف في نينوى بشكلها الكامل وذلك لعدة أسباب بالسبب الأول أنها أول مدينة شهدت يعني انطلاق الخلافة أو ما يسمى بذلك وكذلك احتلت بشكل كبير وعرفت من كل العالم وهي بحاجة إلى مثل هذا النصر حتى توصل رسالة إلى بريد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها استطاعت أن تقضي على داعش وعلى مركز الثقل والقوة ومراكز القيادة والسيطرة في ذلك المكان لأنها في نهاية هذا العام لديها انتخابات وهي محرجة أمام التحالف الدولي الذي شكلته ولم تستطع أن تقضي على داعش بهذا الكم الكبير من القوات والدول وكذلك الموارد المالية التي سخرت لها وهذا طبعا أكثر من استجواب وأكثر من دراسة ظهرت وكذلك تعليقات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تكون عاجزة بالقضاء على هذا التنظيم ويتذهب باتجاه تحرير الموصل حتى يكون معلوما وكذلك نافعا لها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أما الطرف الآخر الذي يريد أن يأخذ أيضا هذا النصر وهو الجانب الكردي بموضوعة البياش مرقا ومشاركتهم بشكل رئيس والحليف الأول هو يعد اليوم للولايات المتحدة الأمريكية في تلك المناطق للسبب الواضح وهو أنه يريد أن يطبق المادة 140 وفق مبدأ مسك الأرض لأنه اليوم استحوذ على 13 ما بين قضاء وناحية وقصبة لم يبقى له سوى أربع وحدات إدارية في تلك المنطقة وهو لا يريد لأحد أن يشترك معه في ذلك المحور يعني الشمال الشرقي الذي هو يعني يحاول الدخول من خلاله طبعا حتى يستطيع أن يأخذ كل المناطق التي كانت تسمى متنازع عليها ولا يعود مرة أخرى إلى المركز طيب لنتوقف أستاذ جاسم عذرا للمقاطعة لنتوقف عند مشاركة الحجد الشعبي في هذه المعركة يعني المعروف أن الموصل هي مدينة متعددة الطوائف والقوميات أيضا يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون مشاركة الحجد الشعبي في هذه المعركة هنا ضرورة وطنية لإيجاد توازن ربما في هذه المدينة نعم سيدتي بودينكم يعني الخارطة الأحداث يعني وفقها سوف أأتي إلى موضوعة الحشد طيب وهي الأهم في هذا الجانب والذي يعمل الجميع على تهميشها وكذلك أبعاد عن هذه المعركة لأسباب عدة الجانب التركي طبعا الجميع يعلم أن تركيا لديها يعني وخصوصا أردغان لديها حلم كبير بأن تكون الموصل إحدى الولايات للدولة العثمانية كما كانت نزعومة وكما كانت تسمى هي وحلب وهذه المناطق هذا الخط النيسمي أو هذه المناطق المتاخمة لتركيا أو الحدودية لتركيا والجميع يعلم أنه لا يزالون لحد هذه اللحظة يضعون يعني ليرا في موازنتهم منذ الدولة العثمانية ولحد هذا اليوم وهي اليوم توغلت في العمق العراقي إلى 120 كم وأنشأت معسكر في مدينة بعشيقة وأيضا أعطت الرواتب وكذلك عملت على تدريب المقاتلين من أبناء تلك المناطق بدون العودة إلى حكومة المركز أو أخذ الموافقة على أقل تقدير من رئيس الحكومة العراقية المتمثلة بقيادة العامة للقوات المسلحة الجانب الآخر بالموضوع والأهم قبل أن لا أتي إلى موضوعة الحشد موضوعة الجيش العراقي عندما شكلت القوات أو اختيار القائد لتحرير الموصل لم يكن أيضا بعلم مزارة الدفاع العراقية فقد اختيار من قبل الجانب الأمريكي بشكل منفرد وحتى وضعوه أمام الأمر الواقع وضع القوات العراقية والجيش العراقي بهذا الموضوع الجانب الآخر بالإشتراط وهو المهم أن القطاعات العسكرية العراقية لديها فقط عدد محدد وهو 4500 مقاتل يعني عندما نتكلم عن ملف نينواء وعن الموصل وكان ما أرض غير عراقية غير خاضع لسيطرة الجيش العراقي ليست هي بمسؤولية أو معية الحكومة العراقية والقوات الأمنية الأمر هنا اختلف تماما الجميع اتفقوا كل هذه المفاصلة التي أسلفنا ذكرها هي تتفق على عدم مشاركة الحج الشعب لسبب اليوم الموصل قد بيعت بشكل سياسي وقد سلمت بقضية سياسية وقد نودي إلى هؤلاء المقاتلين بأن يأتوا لهذه المدينة وكان لديهم حلم أكبر من موضوعة الموصل وهو استحواذ على ست محافظات وكذلك جعلها أقليم وثم ابتزاز المركز والانعزال تماما عن العراق طبعا بمباركة أو بغض نظر من بعض الأطراف الإقليمية وكذلك شركات في العملية السياسية أنا باعتقادي هذه النقطة المهمة الحج الشعبي يجب أن يشارك بعملية الموصل بشكل ضروري وملح لعدة أسباب طيب اليوم عندما نتكلم عن كل ميادين الاشتباك وجبهات القتال ومسارح العمليات التي اشترك بها الحج الشعبي انتصر بشكل كامل ولم يستطع تنظيم داعش أن يقف أمامه لسوايعات وهو كان يعد بأنه القوة القاهرة والكبرى والتي تستطيع أن تصل إلى أي دولة بالعالم لكنه انصهر وانهزم وفقد أغلب قياداته في أغلب الميادين التي اشتبك مع القوات الحج الشعبي أما بخصوص القطاعات الأخرى التي من الممكن أن تكون مساندة له هو اليوم يعاد في كل ميادين القتال هو يعتبر رأس النفيضة أو القوة النمراوية التي يهابها داعش وينهزم أمامها ويلوذ إلى أماكن أخرى اليوم عندما تستغني عن هذه القوة أنا باعتقادي تخسر جزءا كبير من الإمكانيات المتاحة في حرب العصابات التي يقوم بها داعش والتي هي تعاد معلومة ومعرفة من قبل الحج الشعبي أستاذ جاسم يعني لنتحدث عن الموصل كمدينة يعني لماذا الموصل وأنت قبل قليل أشرت بأنها كانت المنطلق لمشروع الإرهاب في المنطقة واليوم يراد لها أن تكون مقبرة ونهاية للدواعش أيضا سيدتي موضوعة الموصل أنا سوف أحل الأمور الميدانية يعني بشكل بمسميات جغرافية أنا باعتقادي موضوعة الموصل من الجانب الأيسر سوف تكون المعركة سهلة وبسيطة حتى عندما تابع الأخبار بأن هناك استبعاد الحج الشعبي لأنهم يعلمون هذه المدينة سوف تسلم بدون أي معارك تذكر لكن الجانب الأيمن هذا من الموصل من الجانب الأيمن لحد منطقة حلب هذا كان حلم لآخر داعية كان متأثرا كثيرا بالدولة العثمانية وهو محمد رشيد رضيب الذي كان يقول بأن من يريد أن يبسك هذه المنطقة يجب أن يأخذ هذه الرقعة الجغرافية لعدة أسباب يعني تجانسها العشائري وضحها الجغرافي حدودها مع أربع دول بها موارد اقتصادية وهذا طبعا بالمناسبة هذه الدولة الموعودة كانت في اتفاقية ساكس بيكو في عام 1916 وألغيت باتفاقية سيفر مع الألمان هذا الأمر موجود يعني عندما عادوا يعني بمسمى تنظيم بعناصر تنظيم داعش جاءوا على مسميات قديمة وعلى إرث قديمة وعلى منادات قديمة أي أن المعركة أو المخططة لأن تكون في الموصل هي حرب صراعات حرب إرادات حرب لجعل هذه المنطقة منطقة لتنظيم داعش من أجل جمع كل تنظيمات داعش بالعالم والعناصر المتشددة من أوروبا وكل دول العالم وجعلها في هذه المنطقة حتى تستطيع أن تؤثر على الدولة السورية وكذلك تؤثر على حزب العمال الكردستاني وتؤثر على العراق ومن ثم تؤثر على إيران هذه الدولة المزعومة التي هي تعد يعني موعودة أنا باعتقادي لأغلب الأطراف الذين يتعاملون مع داعش بشكل أو بآخر اليوم عندما نتكلم عن موضوعات إبعاد الحجد الشعبي الحجد الشعبي أفشل كل المخططات أصلا وجود داعش بالمنطقة ويعني احتلالها للموصل وكذلك الأنبار وكذلك صلاح الدين هو لأجل عزل هذه المناطق عن المناطق الجنوبية العراقية وتحت مسميات العدة دولة سنية قليم سني كونفدرالية كل هذه المسميات لكن بالحقيقة عندما انهاروا وانهزموا أمام الحجد الشعبي لا يدونين يكررون إذن ما يراد هو إبعاد الحجد الشعبي أستاذ جاسم ودخول البككة مؤخرا على الخط يعني كيف تقرر دخول البككة وهل هذا الدخول سيحول ربما الموصل لمنطقة صراع تركي كردي هنا أو منطقة صراع كردي بين البيشمرقة بيشمرقة البارتي وأيضا حزب البككة سيدتي دخول حزب العمال الكردستاني أنا باعتقادي سوف يغير المعادلة لأن اليوم يعني في قليم كردستان اليوم ورئاسة القليم تريد أن يعني لديها أيضا حلم ولديها مشروع بأن تكون يعني الدولة الكردية الكبرى وتستطيع أن تأخذ الكرد في تركيا وكذلك في سوريا وكذلك في إيران مثل ما جرى في العراق تحت يعني وحدة إدارية معينة وثم تعلن الدولة وهذا الأمر مرفوض طبعا من سوريا لكنها تشهد وضعا عسكريا صعبا ومواقفها السياسية تكون ليست بالقوية لكن تركيا ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلة لأن هذه المنطقة يعني الكردية في ذلك المكان نفوس كبير جدا يوم تتجاوز العشرين مليون وهذا الحلم يراود سيد مسعود البرازاني ولا يريد له شريك إن كان من حزب العمال الكردستاني أنا باعتقادي سوف يوافق باشتراطات على مشاركة الحجز الشعبي عندما دخل حزب العمال الكردستاني لأنه لا يستطيع أن يواجه حزب العمال الكردستاني وفق المعطيات العسكرية لديه إمكانية كبيرة جدا ويستطيع القتال ويستطيع أن يحرر أغلب المناطق ويستطيع أن يسيطر عليها بدون مشاركة الكرد في العراق نعم وأيضا هناك أحزاب سياسية داخل الموصل أستاذ جاسم تحاول إثارة الناس على الحشد ومنعه بالتالي من المشاركة يعني إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا بالتأثير على مجريات المعركة في الموصل سيدة الجنبة المذهبية في تلك المناطق موجودة يعني دائما ينطلقون عملية الإفلاس السياسي لبعض الزعامات السياسية في الموصل اتجهوا إلى المربع الأول وهو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية والإثنية والقومية من أجل تفتيت القوة وتشتيت القوة حتى لا تكون هناك كتلة قوية إن كانت بالرأي أو بالموقف أو باللحمة الاجتماعية أو بالعسكرية أو الأمنية من أجل يعني عدم يعني أعطاها الفرصة بأن تكون هي صاحبة القول والريادة في تلك المناطق اليوم عادوا مرة أخرى البعض منهم يتذرع بهذه القضية ويتحجج بأن وجود داعش في تلك المناطق جاء من خلال الرفض نعم لبعض السلوكيات المذهبية والطائفية لكن بالحقيقة هي غير موجودة وإن كانت موجودة فهي نسبية لبعض الأفراد وليست هي منهج الحكومة أو القطاعات العسكرية أو الأمنية المتواجدة هناك لكن الثغرة التي دخلوا من خلالها كانوا يؤججون هذا الصراع في المنابر وكذلك الجوامع وفي المظائف وكل الأماكن الأخرى بأن عدم مقبولية القطاعات العسكرية في تلك الأماكن وأيضا عدم التعامل مع المركز وهذا الأمر طبعا قد أعلنه بعد احتلال الموصل بأيام عن لسان النائف في البرلمان العراق عبد الرحيم الشمري قال عندما كان يعني عظم المحافظة قال اجتمع بنا المحافظ وقال من اليوم فصاعد نحن نتعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية وما يسمى داعش وكذلك عدم التعامل مع حكومة المركز لأنها هي تعد يعني الملبية لرغاباتنا ولم يمكن أن تكون مساندة لكن بالحقيقة بعد أربعة أيام انقلبت داعش على فصيليها التي كانت تعتمد عليهما وهو يعني الجيش الراشدين والنقشة وطبعا الجميع يعرف أنه النقشة بندية متمثلة بموضوع حزب البعث وجيش الراشدين بعناصر الدوائر المنحلة انقلبوا عليهم ومن ثم رفعوا علم تنظيم داعش على كل المباني الحكومية وهنا بدأت الصراعات تدخل وانهزموا أمام جمهورهم وكذلك المآسى التي حلت بمناطقنا في شمار إراء أيضا لنتحدث عن الرأي الأمريكي في هذه المعركة أستاذ جاسم يعني لطالما أكد الأمريكان أو اعتقدوا أو قالوا أن المعركة ستكون طويلة في الموصل يعني لماذا هذا الرأي برأيك وأين الصعوبة تكمن في عدد الإرهابيين أم لوجود حواضن في الموصل أو ربما لتقاطع المصالح الواضح هناك أنا أختلف تماما مع الرأي الذي يقول أن المعركة في الموصل صعبة وطويلة المعركة في الموصل سهلة وسريعة لأسباب عدة لم يتوقعوا بأن هذا التنظيم عندما كان يروج له قبل عشر حزيران عام 2014 طبعا كان موجود قبل هذا كان موجود بالقصبات والأقضية والنواحي لم يكن موجودا في مركز المدينة لكن كان ينشط في تلك الأماكن قبل فترة بسنة أو سنتين من هذا لكن بالحقيقة الممارسات التي مورست على أهالينا في الموصل كانت قاسية وصعبة يعني لغية كل القوانين الوضعية وكذلك اعتمدوا على اجتهادات أفراد وبدأوا يسرقون وينهبون وضربوا كل المعالم في تلك المدينة من أديرة وكنائس ومتاحف ومساجد أنها يعني أيقنت الناس بأن داعشية جاءت لإبادة الجنس البشري وكذلك استعباد الأهالي في تلك المناطق وعندما رأوا أن القطاعات العسكرية والحجز الشعبي تحرر المناطق وتعودها إلى أهاليها أيقنوا بأن لا مفار ولا هناك رأي آخر إلا العودة إلى الحكومة وإلى القطاعات العسكرية مع بعض الملاحظات التي من الممكن أن تكون معالجات حقيقية لعدم وجود داعش في تلك المناطق أو مثل لهذا الفكر أن يعود مرة أخرى هناك يقين من قبل الأهالي أنها ترفض داعش القطاعات العسكرية اليوم والأمنية والحجز الشعبي لديها إمكانية كبيرة جدا في مقاتلة داعش أعداد الأجانب في تلك المناطق والمتورطين معهم والذين بايعوهم بايع الضرورة أنا باعتقادي ليست في الأعداد الكبيرة وفق الأرقام التي تذكر والتي تريد أن تهول المعركة والتي تريد أن تعطي نصرا وهميا للبعض كما تكلمنا عن الأمريكان وعن البياشمرقة وعن القوات التي تريد أن تشترك بعيدا عن الجيش العراقي والحجز الشعبي أستاذ جاسم يبقى ما زال هناك تحسسا من وجود الحجز الشعبي في معركة تحرير الموصل لماذا هذا التحسس ووفق تقارير دولية البياشمرقة هم من قاموا بحرق القرى والبيوت في ربيعة وأيضا في سنجار لا سيدتي الأمر موجود هذا التحسس فقط عند بعض القيادات التي جلبت داعش والتي استدعت داعش والتي مهدت لوصول داعش إلى تلك المناطق لكن وفق التقارير ووفق المصادر يعني اليوم المجتمع السني اليوم أو في تلك المناطق الذي تورط طبعا وجلبوا له داعش اليوم يرحب بابن الجنوب والفرات الأوسط وكذلك القطاعات العسكرية ويفضلها بشكل تام لكن اليوم عندما تلاحظين من هي الآراء أو منهم القيادات الذين يقولون هذا الكلام أثير النجية في المتهم الأول ببيع الموصل موضوعة بعض القيادات الكردية كما تكلمت حضرتك أصاب الضرر لكثير من المناطق ولم ينسجموا تماما معها للموصل في أغلب الأوقات اليوم عندما نتكلم عن القطاعات العسكرية والحج الشعبي والشرفاء والغيارة من أبناء العشارة الذين التحقوا معهم اليوم هم الذين مرحب بهم لكن اليوم القرار قرار دولي وأقليمي وكذلك قرار مذهبي وطائفي هذا الأمر يعطيها بعدا آخر تركيا تصرح بشأن بشأن نينواء ما لها وما لنينواء اليوم حزب العمال الكردستاني يريد أن يشترك ما له وما لنينواء كل هذه الأمور استبعاد الحجز الشعبي أنا باعتقادي هذه القضايا دخلت في الحيز السياسي وفي حيز الصفقات ومن يريد أن يلمع ما جلب لهم من خراب حتى يكون في مأمن من المسائلة القانونية وكذلك المسائلة المجتمعية وأن يكون مخادعا إلى نهاية المطاف أمام الجمهور الموصلية وكل المناطق التي وفي ظل كل هذه المعطيات يعني يبدو أن هناك أسرارا في معركة تحرير الموصل كما كان لسقوط هذه المدينة أسرارا ما زالت مبهمة ربما إلى الآن يعني برأيك هل سنشهد سيناريو ربما مماثل لسيناريو سقوط سنجار لا سيدتي هذا الأمر يعني موضوعة سنجار وكل هذه المناطق هذه المناطق أتحرى عن الكثير من القضايا اليوم يعني من شمال يعني من الشرقات صعودا إلى الموصل وصولا إلى الموصل إلى جانب الأيسار سوى منطقة الحذر لا يوجد بها أي من عناصر التنظيم البعض منهم يريد أن يستحوذ على هذه المناطق بشكل يعني بدون قتال حتى يقول أنني حررت لك المناطق ذات السيناريو الذي حصل في سنجار بليلة واحدة تحرر هذه المناطق ويقطع طريق 47 الرابط ما بين الرقة والموصل وتعد انتصارات وتنسب إلى البيش مرقة لكن بالحقيقة يعني هذا الأمر كان لم يكن بالإخراج الصحيح ولم يكن بالسيناريو الصحيح في تلك المناطق نعم نتكلم عن قطاعات عسكرية يعني ضربت لحد هذه اللحظة بحسب التراتبية للتنظيم تسعة ولايات مهمة لديهم ولاية تكريت ولاية العلم ولاية الدور ولاية غرب سام الراء ولاية الرمادي كل هذه كانت ولايات تعد مراكز للقيادة والسيطرة والبعض من قد جلب أسرهم من شرق آسيا وكذلك من روسيا وكذلك من أذربيجان والشيشان وطجاكستان وكذلك من دول الخليج جلبوا عوائلهم في تلك المناطق أنهم لم يتوقعوا في حساباتهم أنه سوف ينتصر عليهم الجيش العراقي والحج الشعب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ جاسم حنون في محورنا في محورية اليمن يعني منطقة اليمن هي آخر ما فتح من ساحات مواجهة ولا بد لها أن تكون أول الساحات التي تغلق ربما من هذه الساحات نعم سيدتي استدرك النظام السعودي بأنه قد وقع في مأزق كبير عندما باشر بالقتال أو هاجم اليمن وتحت الأسباب المعلومة والمعروفة وهذا الأمر لم يعطيها الشرعية بشكلها الكامل بمهاجمة بلد آمن تحت يعني عنوين معينة لكن بالحقيقة عندما وجدنا نفسه في مأزق واستنزاف عسكري ومالي واقتصادي وكذلك أمام الرأي العام الدولي وأغلب الحلفاء الذين اشتركوا معه اليوم انسحبوا وعلى رأسهم يعني الأمارات واستبدلوها بجيش من المرتزقة والبعض منهم بدأ يدعم بالمال ويدعم بضربات جوية لكن الحقيقة الأمر الذي وقعوا فيه أن أغلب المناطق التي يعني ادعوا أنه سيطروا عليها أو حرروها أو وصلوا إليها هي استبدلت بتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش بأنه سيطر على تلك المناطق نعم واليوم هي تخوض حرب استنزاف يعني أمام خيارين أما أن تكون الأمور باتجاه أن تكون داعش مجاورة لها وهي الهدف التالي ما بعد يعني أن تنتهي في سوريا والعراق وكل المؤشرات تذب بهذا الاتجاه أو تترك الأمور وتنهزم وتخسر القرار السياسي والدولي وهي اليوم أمام ضائقة مالية ومديونية كبيرة بسبب هذه الحرب وهي يعني بالحقيقة استدركت هذا الأمر بشكل يعني متأخر لأنها كانت تعتقد بأن الحرب في اليمن هي لمدة ثلاثة أسابيع والجميع أعلن عن هذا الموضوع بأن هناك أهداف منتقات ومنتخبة سوف تقوم بها السعودية وتفرض إرادتها مرة أخرى على القرار السياسي وكذلك الأمني والجغرافي في المنطقة لكن بالحقيقة هي أدخلت نفسها في نفق مظلم ودخلت في حرب الاستنزاف الاقتصادي والمالي والبشري وأيضا انحكست الأمور سوءا عليها في الداخل السعودي لأنها أعطت خسار كبيرة كما لحق هذا الأمر بالخسار التي لحقت بالإمارات عندما اشتركت معها نعم أعود لك أستاذ عبد الباري يعني ما التأثير الذي لعني توجه بسؤالي الآن إلى الأستاذ جاسم ضيفي من بغداد أستاذ جاسم أحداث من قردان تشبه ربما حبد التطابق أحداث سقوط مدينة حديثة ومن بعدها سقطت الموصل هل يمكن لداعش أن يفعل في تونس ما فعله تدريجيا في الموصل وأيضا هل هناك مدن مرشحة ربما للسقوط تفضل سيدتي القضية مختلفة يعني السيناريو من الممكن أن يكون ذات السيناريو لكن حجم يعني تمدد داعش في تلك المناطق هو يبحث عن ولايات يرتكز عليها ومناطق غير مكشوفة على المستوى الاستخباري على المستوى اللوجستي يبحث عن مناطق بكر حتى يستطيع أن يلوذ في حالة اشتدت الأمور عليه هو يتوقع أن هناك ضربات جوية وكذلك هناك معارك في داخل الجانب الليبي فيذهب إلى المنطقة الرخوة بودي أن نفصل موضوعة الهجوم الذي حصل على بن جردان لأنه فيه سيناريو مهم جدا ويجب أن يعلم الجميع بأن داعش يفكر داعش يخطط داعش يستطيع أن يدخل من أبسط التشققات إن كانت على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الأمني وهو دائما يستغل الفرص يعني عندما جاء من منطقة الصبرات طبعا جاء بمقاتلين وكانت القيادة لعنصر جزائري مطلوب إلى القضاء التونسي وكذلك إلى الجزائري وفي تلك المنطقة هو عنصر معروف بالإجرام وفي الأعمال في تلك المناطق من خلال دخول إلى المناطق ذهب إلى أربعة محاور أي أنه ضرب المؤسسات الحكومية بتكتيق جديد يختلف يعني مشابه إلى ما حصل في الموصل ويختلف عن التكتيق الذي يستخدمونه في عدة مناطق ذهب إلى ضرب وحدة أو منطقة الحرس الوطني الثكنة الحدودية كذلك الثكنة العسكرية المعمدية الأمن القومي فوج التدخل السريع مقر فوج التدخل السريع كذلك مقر البلدية في بنقردان أي أنه يعلم ماذا يريد وعندما أجهض هذا الهجوم وأجهزت عليه القطاعات العسكرية والأمنية في تلك المناطق طلب المنادات والإسناد من المناطق التي يتواجد فيها خلايا نائمة وعناصر مثل منطقة الجبل الأحمر في العاصمة ومنطقة الكاف ومنطقة مدنين وكذلك منطقة سيدي بوزياد والطاوين هذه المناطق التي تعد مناطق نفوذ له الأمر الآخر في القضية أين؟ داعش اليوم بدأ يأخذ مواقع بديلة حتى يستطيع أن يجعلها مناطق للقيادة والسيطرة من خلال جمع المال وكذلك جمع السلاح وأيضا إقناع بعض العناصر في المناطق الفقيرة والنائية وذات الضعف الاقتصادي وذات العقلية الغير منسجمة في تلك المناطق من أجل إشراكهم من مقاتلة بلدانهم تحت ذراع عدد إلى هنا أن يقول أستاذ جاسم ضيفي من بغداد تفضل أستاذ جاسم تفضل بالتوضيح سيدتي أنا لم أقول هذا الهجوم قد أجهض بساعات وكوناك موقف بطولي وشجاع واستدراك لما يجري في المنطقة وهناك حالة من التهيؤ من قبل الحرس الوطني والقوات الأمنية لكنهم استدعوا بعض العناصر وطلبوا منهم الإسناد والعون وبعض الخلايا النائمة في هذه المناطق على الأمن التونسي أن يكون حذرا في مثل هذه الظروف داعش عندما يقدم إلى مدينة يبعث بمندوبين أو ممثلين أو كل الذين يتعاملون معهم من أجل مفاتحة بعض الأهالي والمناطق وهذه عملية التسلل المرن التي دائما يستخدمها ويستغل الضعف المعاشي العقلية التي لا تدرك حجم المخاطر بعد دخولهم إلى تلك المناطق وأيضا يستغل بعض الذين يتهيبون منه وخصوصا تلك المناطق تعاني من أزمات اقتصادية وكذلك هي بعيدة عن مصدر القرار أنا أريد أن أقول جملة واحدة بنصف دقيقة الأمن في المقاتل الداعش يجب أن لا يقاتل بالجنبة العسكرية فقط يجب أن يذهبوا باتجاه القوة الناعمة وهي معالجة المسببات الوقوف على مكامل الأخطاءين يعني تلك المناطق مناطق فقيرة ويجب أن لا تستغل من قبل داعش لأنها تملك المال منهوم من قبل ليبيا وليبيا تريد وليبيا لديها رعاياها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تنقذ ليبيا لكن تونس لا أحد ينقذها لأنها لا تملك موارد اقتصادية ومن الممكن أن تسوء الأمور لا يمكن لهم أن يتهاونوا عن أمرهم ثم يجعلوا هذا التنظيم يصل إليهم وبعد ذلك تكون المعارك بالأيام كما في العراق تكلف العراق يوميا 7 مليون دولار عليهم أن يعالجوا المشكلات وهي في بواكيرها وهذه النصيحة التي قدمها للشعر التونسي الذي أنا أكل له كل الاحترام والتقدير شكرا جزيلا لك الأستاذ جاسم حنون ضيفي من بغداد شكرا جزيلا لك